أريد فقط أن أعطيك نقطة جد مهمة يجب أن ننتبه لإنجازات الجزائر أينما تكون ولكن بدقة وبتحليل استراتيجي أستاذ الكريم الجزائر اليوم صنعت برئيس الجمهورية صنعت فارقة لم يحدث مثلها قبل لدى ما يسمون أنفسهم الديمقراطيات الكبرى أستاذ الكريم هل يعني لو تسمع أنا في ذاتي أسألك سيادتك سؤال هل رأيت أن منظمة دولية تكون أشغالها على المباشر تحت أنظار وسائل الإعلام كل العالم من يريد أن يشاهد يتابع فليتفضل وتختتم بسؤال واضح وصريح من رئيس الجمهورية لكل الأعضاء يعني من إخوة وأشقاء من زعماء دول كبرى حضرت المؤتمر يختتمها رئيس الجمهورية هل من له تحفظ من لديه اقتراح من لديه مداخلة لم تحدث لدى الديمقراطيات الكبرى لم تحدث داخل الأمم المتحدة راعي إدارة شؤون العالم في كل القطاعات وهذا ما يدل على شفافية التي تسمت بها هذه القمة أستاذ ذروي مبارك الله فيك أستاذ الكريم لأن الجزائر عندما تطرح مقترحاتها ومقارباتها وهذه التي سأحدثك عنها أخي الكريم تطرحها بدون أي كواليش بدون أي شبهات لديها دائما غاية محددة المسارات يمكن أن تتعدد اقتصادية تجارية مالية اجتماعية تنمية ومستدامة وغير ذلك ولكن الغاية دائما واحدة هي تحقيق العدالة الدولية اقتصاد عادل تنمية لفائدة شعوب العالمية بشكل متوازن هذه هي لغة الدبلوماسية الجزائرية اليوم تجلت بوضوح لم يكن أن يحدث إلا أنه حدث في الجزائر